أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة آخذ في التطور والنماء نحو مستويات أكثر تقدما ما يعكس العزمة على مواصلة ترسيخ الإرث الأصيل المشترك على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة يدعم الحرص على التعاون والتنسيق المتبادل حول مختلف الخطط والمشاريع والمبادرات الجامعة مشيرا إلى أن نجاحات المملكة العربية السعودية يعود بأثرها على المنطقة كافة وهي مصدر فخر واعتزاز دائم منوها بالأدوار الحيوية التي تطلع بها لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة بما يصب في تحقيق مستقبل أفضل للجميع وقال سموه أن مسارات التنمية وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة تمضي قدما مشيرا إلى أن الخطط التنموية الطموحة في المنطقة وتعزيز تنافسيتها يحقق الخير والنماء لدولها وشعوبها معربا عن تطلعه لأن تحقق هذه الخطط أهدافها التي ستخلق مزيدا من الفرص وترسخ التنافسية التي يعود أثرها بالنفي على الجميع وأشار سموه إلى أن المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة في جميع المجالات ستسهم في رفض الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية بما يلبي التطلعات المنشودة لافتا إلى أهمية أن تحظى مبادرات التنمية بتوفير فرص نوعية أكبر لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز المقومات الجاذبة لها ودعمها بأحدث التقنيات المبتكرة جاء ذلك لدى مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة الذي يعقد في الرياض تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حافظه الله ونوى سموه بأن الاستثمار في الإنسانية مرتكز أساسي للاقتصادات الناجحة وهو ما أثبتته جائحة فيروس كورونا العالمية التي أضافت بعدا جديدا للتعاون الدولي القائم على تعزيز المبادئ الإنسانية مشيرا سموه بالمبادرات الاقتصادية في المنطقة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة التي جاءت متزامنة مع مرحلة ما بعد الجائحة وأهمية التنسيق على كافة المستويات للوصول إلى وطيرة النمو الاقتصادي المنشود لمختلف الدول بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي لكافة القطاعات وتعزيز الاستقرار المالي وأضاف سموه أن ما تم طرحه في النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار يجدد الثقة في قوة الاقتصاد العالمي ويبعث على الأمل في إعادة رسم ملامح تعافيه عبر مختلف الاستثمارات والشراكات التي تهدف المبادرة إلى تحقيقها منوها بأهمية تحفيز أوجه الإبداع والابتكار في مجالات الاستثمار لتنويع اقتصادات المنطقة ودعم نموها وعبر سموه عن اعتزازه بالمشاركة إلى جانب أشقائه من الدول الشقيقة والصديقة في هذه المبادرة التي تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة وتمنياً للمشاركين في منتدى مبادرة الاستثمار كل التوفيق والنجاح في بلوغ الغايات المنشودة ترجمة نانسي قنقر